أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء أن ما يجمع مملكة البحرين والجمهورية اليمنية من علاقات متينة يدفعنا جميعا للعمل على الحفاظ على أمنه واستقراره وعودة عجلة التنمية والرخاء له بما يعود على اليمن وشعبه بكل خير وقد نوها سموه بأن مشاركة مملكة البحرين إلى جانب الدول الشقيقة في التحالف العربي بقيادة الشقيقة الكبرى المملكة العربية السعودية جاء تنفيذا للتوجهات السامية لحظرة صاحب الجلالة الملك الوالد حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة القائد الأعلى حفظه الله ورعاه بهدف تثبيت الشرعية اليمنية التي توافق عليها أبناء اليمن واسترداد الأمن والاستقرار لينعم كافة أبناء اليمن لافتا سموه إلى جهود التحالف العربي في تأمين وصول المساعدات الإنسانية إلى الشعب اليمني الشقيق مشيرا سموه بأن ما يقوم به التحالف العربي اليوم هو جزء من حربنا على الإرهاب للحفاظ على أمن المنطقة واستقرار شعوبها جاء ذلك لدى لقاء سموه بقصر رفاع اليوم سعادة الدكتور علي حسن الأحمدي سفير الجمهورية اليمنية بمناسبة تعيينه حيث أعرب سموه عن تمنياته له بالتوفيق في أداء مهم عمله في تدعيم وتعزيز العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين متمن ينسموه بأن تثمر عملية السلام برعاية الأمم المتحدة ودعم دول مجلس التعاون على نجاحات تكلل أو تتكلل بكل ما هو خير لليمن وشعبها واستطباب الأمن والاستقرار في ربوعها مشيرا إلى ما حققته السياسة والدبلوماسية الخليجية ودورها كدول داعمة لمنطق الحوار والسلام في الجمهورية اليمنية وما يتم السعي من أجل ترسيخه من خلال إطار دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من جانبه أبدى سعادة السفير اليمني امتنانه وشكره لما أبداه سموه من حرص على عودة الأمن والاستقرار لليمن وشعبها منويها بالدور الكبير الذي تقوم به المملكة في هذا المجال على المستويات المختلفة ومشيدا بما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من علاقات متميزة والتي سيعمل من أجل مواصلة توطيدها بما يعود على الجميع بالنفع والنماء